رغم الحصار ورغم الألم والجرح الغميق جداً والفراغ والنزوح والله والله فدى القدس فدى المقاومة وبيقون حتى يوم القيامة أول ما بديت حياتي بديتها على باب المسجد العمري الباب الشرقي فكنت على قد طاولة وكرسة أخلص عجين يجي الناس بكى منقوشة الزعتر حبه الطعم حبه الشكل بما إنها منقوشة أثرية والطابع أثري وبجوار المسجد العمر اللي هو معلم من معالم فلسطين صارت تيجي الناس تأكل زعتر تنبسط على الريحة إجت مرة مرتين ثلاثة زادت الطاولات لحد من الحمد لله رب العالمين شارت على السوشال ميديا وصارت الناس تيجي عندي كثرة يعني رحلات طلابية رحلات جامعية رحلات من جميع المستويات وما ظل تقريبا حد في العالم العربي أو الأوروبي إلا إجي علي وبعده هيك بطل عندي متسعين وتسعين الناس في الشارع فأخذت المكان هذا المكان هذا كان بيت مهجور والحمد لله رب العالمين في طريقة وبأخر رممته وأخذ الطابع الأثري وبيشبه المسجد الأمري طبعا والحمد لله رب العالمين صرت أبو زهير معلم من معالم فلسطين ومزار سياحي لحالنا اليوم كنا معلم من معالم فلسطين أصبحنا متسولين أصبحنا مشردين بيوت راحت بيوتنا أصبحنا نازحين مطاعم أو مشاريع أو منشآت كانت لنا وسترانا أصبحنا زي ما أنت شايف شعب متسول دمار يعني خراب انتقام آلة قتل أو آلة حرب شغالة على مدار الساعة قتل مع دمار ولا واحد في المية أنه هذا كان يعني أنا توقعت أنه ما يمرقوش حتى عنه أنه مطعم أثري لا هو بناضل ولا بيقاتل ولا بيخال بالعكس هذا حاجة الناس خذتها الطابع الأثري بتذكرهم في أيام أباءهم في أيام أجدادهم في المنقوشة الزعتر البسيطة ام الشيكل بنتناول الجميع فما كنتش أتوقع نهائيا أنه يصير فيه كالا أنه اليوم أنا كتير كتير الناس شافتنا أنا بعت عن السوشال ميديا فطت الست شهور لأنه ما بطل عندي محتوى أنه أطلع أحكي عليه بس اليوم أنا بتشوفني الناس بتبكي بتقول له أبو زهري أريد نرجع أيام زمان أيام ما نقوشت الزعتر أيام كست الشاي أيام الإطلالة الجميلة على المسجد الأمري اللي ما عمره ما يقرب تقريبا خمس تلاف سنة في لمح البصر في لمح البصر هدموه هم خفوا يعني هم بحاولوا أنه يخفوا القضية الفلسطينية معالمك الأثرية تراثك لا أنت مش هتخفي شيء الإرادة والعزيمة والقوة إن شاء الله رب العالمين موجودين حتى نعمرها على فكرة هذا اللي احنا فيه أول شيء رسالة للعدو الصهيوني إنه رغم الحصار ورغم الحرب والدمار إلا إحنا بمجهودنا وبعزمتنا وبإصرارنا رجعنا نعمل منقوشت الزعتر من أول وجديد وإن شاء الله حتى النهاية صامدون ومرابطون إن شاء الله رب العالمين إحنا شعب فلسطيني لا يستسلم إحنا صحاب حق وصحاب قضية اللي هي القضية الفلسطينية شكرا